اشتركوا في القناة وحول ميدان المادة وتحولاتها لكن قبل أن نشرع في الحل لدي لك نصيحة عزيز المتعلم أول شيء يجب عليك المراجعة الجيدة لكل الدروس ثم أثناء الامتحان عزيز المتعلم أهم ملاحظاتي حول إجابات التلاميذ أنهم لا يحسنون قراءة التمرين ولا يحسنون توظيف المعلومات وفق الأسئلة المطروحة لذلك اقرأ جيدا التمرين وحاول أن تتبع النصائح إذن التمرين الأول قام أستاذ العلوم الفيزيائية بإحضار كمية من السكر كتلتها أم ووضعها في إناء به ماء كتلته 200 غرام فتحصل على محلول سكري كتلته 270 غرام إذن لاحظ جيدا قبل أن أتطرق إلى الأسئلة ما هي المعلومات التي تحصلت عليها من خلال قراءتي لهذا السياق لاحظ جيدا تكلم عن إضافة سكر لماء كما تكلم على الكتلة إذن هنا مباشرة عزيزي المتعلم ما هو الدرس الذي سبق ودرسناه وكان فيه تكلم عن الكتلة إذن مباشرة هو ماذا؟ هو مبدأ إنحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي أو التحول الكيميائي الآن لدي السكر زائد ماء فأتحصل على محلول سكري هل هو تحول فيزيائي أم كيميائي؟ بالطبع هو تحول فيزيائي إذن لاحظ جيدا كل هذه المعلومات قبل أن أقرأ الأسئلة السؤال الأول ما نوع التحول الحادث؟ علل إجابتك إذن مباشرة هل هذا تحول فيزيائي أم كيميائي؟ نعم بطبيعة الحال هو تحول فيزيائي إذن الإجابة تحول فيزيائي الآن علل إجابتك إذن التعليل لاحظ معي جيدا عزيزي المتعلم نتذكر مع بعض الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي هو في المواد الناتجة خلال التحول الفيزيائي لا تنتج لدي مواد جديدة ويمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية أما التحول الكيميائي تنتج مواد جديدة ولا يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية في غالب الأحيان إذن ما هم السؤالان المطرحان؟ هل نتجت عندي مواد جديدة؟ وهل يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية؟ لنجيب على هذين السؤالين وفق هذا التمرين إذن ماء زائد سكر فتحصلت على محلول سكري هل نتجت مواد جديدة؟ لا المحلول السكري هو ماء وانحل فيه السكر إذن لم تنتج مواد جديدة هل يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية؟ نعم يمكن أن أفصل الماء عن السكر وأسترجع السكر من المحلول إذن هنا التعليل سوف أذكر هاتين الإجابتين إذن لما تنتج مواد جديدة بين قوسين يجب أن أذكر وفق هذا التمرين ما هي المادة الجديدة؟ أو ما هي هذه المادة التي لا تعتبر كمادة جديدة؟ ألا وهي محلول سكري أيضا الشق الثاني من الإجابة ويمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية ما هي هذه الحالة الابتدائية؟ إذن أستطيع أن أفصل بين الماء والسكر إذن هذا هو تعليلي لهذا التحول على أنه تحول فيزيائي السؤال الثاني استنتج كتلة السكر قبل التحول هنا مباشرة بما أنه ذكر الكتلة سواء في التحول فيزيائي أو الكيميائي لدي مبدأ واحد أثبتناه بالتجارب ألا وهو مبدأ انحفاظ الكتلة ما هو هذا المبدأ؟ لدي أم كتلة المواد الابتدائية تساوي أم كتلة المواد النهائية إذن لم أطبق في هذه الحالة لدي كتلة السكر زائد كتلة الماء تساوي كتلة المحلول إذن أم سكر زائد أم ماء تساوي أم محلول أي كتلة السكر زائد كتلة الماء تساوي كتلة المحلول هنا مباشرة لدي كتلة السكر أستطيع أن أستخرج كتلة السكر انطلاقا من هاتين الكتلتين يعني هي كتلة المحلول ناقص كتلة الماء بالتعويض العددي وهنا يجب أن أحترم الوحدات لدي كل وحدات بالغرام إذن لا داعي لأن أحول أي وتساوي ماذا؟ كتلة المحلول هي مائتان وسبعون غرام لا أكتب الوحدة خلال تعويض العددي ناقص مائتان أي كتلة هذا السكر هي سبعون غرام السؤال الثالث أو قبل السؤال الثالث بعد ذلك قام بتسخين كمية أخرى من السكر إذن لدي كمية جديدة لا داعي أن أعود إلى الكمية السابقة كتلتها ثمانون غرام فتحصل على مادة جديدة إذن لاحظ جيدا تحصل على مادة جديدة لقد أقر هل لدي مادة جديدة؟ نعم ما هي هذه المادة الجديدة؟ هي الكرامان ثالثا ما نوع التحول الحادث؟ إذن بما أني تحصلت على مادة جديدة إذن هو تحول في زياء أم كيميائي؟ نعم إذن هو تحول كيميائي لماذا هو تحول كيميائي؟ إذن تحصلت على مادة أو نتاجة مادة جديدة ما هي هذه المادة الجديدة؟ يجب أن أذكرها في التعليل كرامل هذه المادة الجديدة لا يمكن ولا يمكن الرجوع إلى الحالة الإبتدائية؟ ما هي هذه الحالة الإبتدائية؟ ألا وهي السكر إذن لقد تغيرت نتجة مادة جديدة بخصائص جديدة مختلفة عن خصائص السكر الرائحة اللون التركيبة وما إلى ذلك الآن استنتج قيمة الكتلة إذن بنفس الطريقة الكتلة سوف أستنتجها انطلاقا من ماذا؟ من مبدأ انحفاظ الكتلة أو الكتلة تبقى محفوظة إذن ما هي هذه العلاقة؟ إذن أم الإبتدائية تساوي أم النهائية؟ أي أم السكر تساوي أم الكراميل إذن كتلة السكر تساوي كتلة الكراميل بمعنى أم الكراميل ألا وهي المجهول تساوي ماذا؟ نفسها كتلة السكر في هذا الحالة هي ثمانون أغرام ولا تنسى عزيزي المتعلم أن تكتب الوحدة أي مقدار فيزيائي يجب أن ترفقه بالوحدة لأن عليه نصف العلم أتمنى أنك قد استوعبت هذا التمرين الأول شاهدني في المقطع الموالي مع التمرين الثاني والسلام عليكم شكرا للمشاهدة